في تغريدة اليوم اخترنا لكم تغريدة من حساب الدكتور أيمن كريم واللي كتب فيها اقترح تدريس مادة عن الذوق العام والأدب الاجتماعي لمحاولة انقاذ الأجيال من التصرفات الهمجية وانحدار الأدب قبل أن يصبح الذوق العام موضوعا في مادة التاريخ القديم تغريدة شديدة اللهجة للأمانة وأنا أتفق ما أتفق لأن أعتقد في كل مجتمع وفي كل زمان وفي كل مجال وفي كل مكان في العالم وفي كل ديانة وفي كل ثقافة وفي كل مجتمع في الزين وفي الشين في الصالح في الطالح وفي الشخصيات الجيدة والمحترمة والدوق والراقية وفي خلاف ذلك هذا طبيعي وهذا الكلام منذ الأزل منذ عصر الجاهلية يعني من مئات السنين فأنا ما أعتقد يعني أنا أشكر على هذه الملاحظة ولكن هذا نحن قاعدين نسوي اللي نقدر عليه كأعلام والمدارس تسوي اللي تقدر عليها والأمهات قاعدين ما قصروا بس أنا أشوف بشكل عام والله البنات والشباب يعني منتكلم عن هذا الجيل والله أنهم ذوق كثير كثير يعني نادر أنا أتكلم عن الأقلية القليل اللي تلقينا مثلا قليل يعني الاحترام أو ما يقدر الكبير أو ما يحترم الصغير أو ما يحترم المرأة أو الحامل يعني أنا من يومين في المطار نفس الشيء قاعدة أشوف يعني شفت موقف صراحة واحدة حامل ففي واحد قام وخلاس الجلس وهو من الشباب الصغار يعني واضح أنه حتى ما تخرج من الثنوي فالرقي والأدب والاحترام هذا الشيء الواحد يزرع في الأطفال من يومهم صغير صح أكيد مثل ما قلت ما لكن نحن نتكلم عن فئة الأطفال ومراهقين هم بسرعة يتأثرون بشكل كبير للأسف فعشان كده يعني بعض المراهقين والأطفال بسبب تأثرهم هذا يحتاجون إلى كتب مثل الذوق العام أو حتى القيم لأنه أحيانا يعني بعض المسلسلات للأسف هي تهدم هذا الشيء اللي هم أصلا قاعدين يبنونه أو يحاولون يبنونه في المدارس أو حتى في الأسر فإحنا نحتاج إلى يوم مثل هذه الكتب عشان تعيد بناء ما تم هدمه من بعض المسلسلات للأسف والله ما هو كتب ما حد ترى أنا ما أعتقد هذا الجيل قاعدين يقرون كتب قدمة هم على السوشيال ميديا يتفرجون على فيديوهات فأنا أطالب صناع المحتوى أنهم يكثفون من هذه القيم وهذا المحتوى بشكل عام